أما نزول لبن المرأة في فم الرجل فم زوجها زوج يرتضع من زوجته أو تعصر اللبن في سديها وقام بارتضاعه فهذا لا تأثير له في التحريم لا تأثير له في التحريم لأن الله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع وقد سئل عمر عن ذلك وسئل ابن مسعود عن ذلك فجاء رجل إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين إنه كانت لي جارية أحبها يعني من الإماء فغارت زوجتي فأخذت جارية وأرضعتها مرارا أرضعتها مرارا ثم جئت أقترب من زوجتي قالت ابتعد عنها لا تحل لك هي ابنتك من الرضاع وكانت كبيرة سن الجارية كانت شابة فقال عمر إيه تجاريتك وأوجع زوجتك ضربا لكن الذي هو ألسق بالسؤال أن رجلا أتى إلى أبي موسى قال يا أبا موسى إن امرأتي تعصر اللبن في سديها فجئت أمصه فمصصته فدخل في جوفي فقال ما أرى زوجتك إلا قد حرمت عليك فذهب هذا الرجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه وأخبره الخبر فقال لا شيء عليك وأخذه بيده وذهب إلى أبي موسى الأشعري قال يا أبا موسى أفطيم هذا أمر ضيع يا أبا موسى فقال أبو موسى متراجعا عن فتوى لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم والله أعلم ترجمة نانسي قنقر